اشتركوا في القناة نلتقي بكم في لقائنا المتجدد في الوحدة الاخيرة وحدة الذكاء التواصلي او التواصل الشفي وقد قدمنا لها بفيديو خاص عن المادة المرمجة ووصلنا الان الى الاختبار القابلي صفحة 179 اولا افترض انك تحدث شخصا لم يرى السيارة من قبل كيف يمكنك ان تصفها له بحيث تضمن انه عرفها تماما سجل هنا ما ستفعله وتقوله واسمع زملائك السيارة التي تكون مصنعة من المعدن وفي مقدمتها المحرك يعطي للسيارة الحركة بوسط نحور متصل بعمود يقوم بنقل الحركة لعجلة السيارة ولها مقود يوجهها كيفما شاء والركوب ولها جسم السيارة المكون من مقود خلفي وخاف أمامي طبعا الهدف من حديث كلها هو التعبير او اعطاء الطالب القدرة على المواجهة وعلى الحديث سجل اكبر قدر ممكن من الافكار والتداعيات والاحداث التي تثيرها في ذلك عبارة في التأني السلامة وفي العجلة الندام هناك افكار تداعيات احداث لو جئنا للأفكار الأحداث حوادث تهور صدام عثرات اختبارات بالنسبة للتداعي فوات الانجاز فوات الاتقام الخسارة المادية الفشل اما الأفكار ترتيب الاعمال تقدم الاهم على المهم اتقال العمل الحرص الى اخير ثالثا يقول لك اعطي اكبر قدر ممكن من الالفاظ والعبارات التي تشيع في واحدة من المهن التالية تعليم او زراع او تجارة او طب او مقاولات نقول في التعليم المعلم طالب الكتب السبورة الاقلام نجاح الاختبارات الاجتهاد في الزراعة الحبوب والارض والماء والنبات والاسمذ والفلاح الى اخره من الممكن ان تأتي بمفردات وتداعيات اخرى المهندس في المقاولات المخطط الى اخره رابعا يقول عبر عن الفكرة التالية باسلوب غير مباشرة مستعينا بالاسلوب بالغية التجبيه او الكناية او التورية والاستعارة وهذا مر علينا في الكفاية الثالثة كفاية الكفاية الادبية قد ينجل مجرم مرة ولكنه سوف يكتشف مطار وارتفع الا كمطار واقع هذا جزء من بيض الشعر يفلت الظالم من عذاب الدنيا ولكنه لا مفر له بيوم القيامة كل هذه عبرات تستطيع ان تعبر بها عن الافكار ننتقل الى التدريب خامسا عندما يقول عندما يتواصل الناس شفاهيا فانهم يستخدمون يستخدمون اللغة للتعبير عن افكارهم ومشاعرهم وحاجاتهم يستخدمون نبرط الصوت ويستخدمون الجوارح لغة الجسد فنبرط الصوت من الممكن للتعبير عن الجمل المؤثرة والانفعالات يعلو وينخفض على حسب المعنى وعلى حسب وقف الكلمات أما الإشارة بالجوارح وهو عمل الجسد لغة الجسد اللغة الغير اللفظية لتوضيح المراد من الكلام ونقل الانفعالات وزيادة التأثير ننتقل الى التدريب الذي يقول اعتقد ان ننجح الناس في التواصل يتمتعون بالصفات التالية ما صفات الذين يتمتعون الذين ينجحون في التواصل الشافي وما مكاسبهم أما بالنسبة للتواصل الشافي لابد له من الانصاط الى الآخر فهم نفسية وعقلية من تحاور احترام من تحاور التحاور معه الاعداد السابق للموضوع الذي تتواصل به مع الآخر واعتماد الحج والإقناع وقبول الرأي والرأي الآخر ويحققون المكاسب التالية سرعة التأثير في الآخرين الوصول الى هدفهم سريعا كسب انصار لأفكارهم احترام الناس لهم وتقديرهم اقامة دسور العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية بين المتواصلين ننتقل الى التدريب ثامنا يقول اعطي مثالا على كل نمط من انماط تنظيم الكلام عند انماط تنظيم الكلام التعداد والتعليل والمقارنة والتعريف والقصة والحكاية وهذا درسناه في الفصل الدراسي الاول مع اعراف الكتابة على التعداد من الممكن ان نقول علوم البلاغة الثلاث علم البيان علم البديع علم المعاني نقول تتكون الجملة العربية من جملة فعلية وجملة اسمية نقول تتكون الجملة الاسمية من مبتدأ خبر هذا تعداد اما بالتعليل أقول لك احسن الاستماع كي تستطيع ان تحسن التكلم عليك ان تجتاعد بالمذاكرة حتى تتفوق في الاختبارات هنا موجود فصلة منقوطة هذه تبين ان هذه الجملة تعليل لما قبلها اما المقارنة نقول الاسلوب العلمية تميز بالدقة اما الاسلوب العلمية تميز بالخيال هذا مقارنة نقارن بين الحق والباطل نقارن بين الخير وبين الشر هذه المقارنة نوع من انواع الاسليب معنا التعريف عندما نقول الساجع هو اتفاق نهاية الجملتين في حرفة او حرفين في القصة والحكاية من الممكن استخدم اسلوب السرد ومر علينا في الكفاية الماضية كثابة المذكرات وكثابة القصة نقول خرجنا يوم الخميس الى البر وقبلنا اصدقائنا وتحكي نصل الان الى الذكاء التواصلي الذكاء التواصلي له ذكاءات اربع الذكاء الذاتي وهو القدرة على معرفة الذات وعلاقتها بالعالم من حولها الذكاء الانفعالي القدرة على تنظيم الحالة النفسية للفرد وضبط انفعالاته مما يجعله اكثر انسجاما مع الحياة وتكيفا مع المجتمع الذكاء والقدرة على فهم السمات الاخرين تضيعهم امزجتهم دوافعهم مقاصدهم وتوظيفها في اقامة علاقة اجتماعيات بعد ذلك واخر شيء الذكاء اللغوي والقدرة على انثاج خطاب لغوي بليغ مؤثر الذكاء التواصلي له اربعة انواع ذكاء ذاتي وانفعالي واجتماعي ولغوي وهذا مراط شغلنا او حديثنا في القادم نجد ان الاستنتاج يكون يمكن ترتيب الذكاءات الاربعة بحسب تأثيرها على نجاح التواصل الشفى على النحو التالي الذكاء الذاتي تفهم نفسك لديك قدرة على فهم الذات الذكاء الاجتماعي فيهم الآخر الانفعالي هو ضبط النفس الذكاء اللغوي استخدام حديث بلغة مؤثرة في الآخر نقول اعتقد ان الذكاءات الاربعة تؤثر في عملية التواصل الشفى على النحو التالي منذ جدول الذكاء الذاتي قيمته في التواصل تدرك ذاتك وتفهم فمن فهم نفسه احسن التفاعل مع غيره الذكاء الانفعالي ما قيمته في التواصل تنظم حالاتك النفسية وتكون قادرا لضبط انفعالاتك مما يجعلك منستجبا مع الآخر اما الذكاء الاجتماعي قيمته تفهم سمات الآخرين وطبايعهم ودوافعهم لتقيم علاقات اجتماعية ناجحة اما الذكاء اللغوي تتقن خطابك اللغوي لتتمكن من التأثير والإقناع للآخرين بهذا التدريب نكون قد وصلنا إلى نهاية لقائنا اليوم ابناء الطلاب نترككم في رعاية الله وأمنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة